ثلاثي أستانا في مباحثات جديدة يجتمعون في أنقرة للبحث في ملف يزداد تعقيدا بسبب التجاذبات الإقليمية وتقاطع استفافات المجتمعين في هذه القاعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متفائلا بمخرجات قمته مع بوتين وروحاني يؤكد أن الرؤساء الثلاثة اتخذوا قرارات مهمة من أجل المسار السياسي لحل الأزمة السورية وقرروا مباشرة اللجنة الدستورية أعمالها في أقرب وقت ممكن وشدد على ضرورة تحمل مسؤوليات أكبر لإحلال السلام في سوريا ويركز أردوغان على العمليات العسكرية لجيش بلاده والنجاحات التي حققتها بحسب رأيه في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون في القضاء على التنظيمات الإرهابية حول منطقة شرق الفرات أيضا دار حديث أردوغان خلال القمة مبينا أن بلاده عازمة على تطبيق خطة المنطقة الآمنة التي تعتبرها خطوة مهمة لإحلال السلام وتأمين مناطق آمنة لعودة اللاجئين مسار أستانا ما زال هو الأنجح برأي أردوغان وتعزيزه يقود إلى إطفاء الحريق المشتعل في سوريا الحديث عن منطقة إدلب كان من حصة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد على توصله مع نظيريه الروسي والتركي إلى خطة لإيقاف العنف فيها ولم يخفي الرجل استمرار دعمه الكامل لجيش نظام الأسد في وصايته على إيقاف العنف في إدلب تحدث بوتين أيضا عن خطة سلام لسوريا وأشار إلى انخفاض مستوى العنف في إدلب رغم وجود يوميات دموية يمر بها السوريون في إدلب بتوقيع الطائرات الروسية وجيش نظام الأسد حتى الرئيس الإيراني روحاني تحدث في القمة الثلاثية عن ضرورة الحل السلمي وتطرق إلى العنف وأشار إلى جهود بلاده في تحريك الملف السياسي وأيضا يرفض الوجود الأجنبي في سوريا وكأن الميليشيات الطائفية المتورطة بجرائم ضد السوريين لا تتبع لإيران ولا تخدم مشروعها ترجمة نانسي قنقر